بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الجزء الثاني من هذه الحلقة الخاصة بعنوان لجان تنظيم مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة وحديثنا إن شاء الله نبدأه في هذا الجزء مع الأستاذ بشرى الكناني مسؤولة مدارس الكفيل الدينية النسوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ بشرى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نفتح اليوم الحوار في هذه الدقائق إن شاء الله حول هذا المشروع الكبير والعملاق وهو مهرجان روح النبوة بداية كيف تولدت لديكم فكرة إقامة المهرجان؟ طبعاً في عام 2017 قبل ثلاثة أشهر أو شهرين ونصف من ولادة السيدة الزهراء في جماد الآخر فكرنا يعني حقيقة بحثت هل هناك مهرجان كبير أو مؤتمر كبير يقام للسيدة الزهراء حقيقة لم أجد ذلك ففكرنا بإقامة هذا المهرجان لهذه الشخصية العظيمة التي يحتاجها كل مجتمع وكل أمرأة وكل أسرة كان هل هناك تخوف من المسؤولين بين الفترة قليلة جداً نعم فكيف نقيم مهرجان كبير وفيه محاور بحثية وفيه مسابقة بحثية يعني قدمت أنا قدمت خطة عمل تقريباً خطة لهذا المهرجان أن يقام على مدى ثلاثة أيام فيه فعاليات متنوعة كان هناك تحدي يعني حقيقة قلت أنا أقبل التحدي قالوا أنت تحهمين المسؤولين قبل ثلاثة أشهر من ذكر الولادة شهرين ونصف شهرين ونصف بضع أنت تتحملين المسؤولين قلت أنا أتحمل المسؤولين طلبت أن يكون المؤتمر المهرجان عالمي هذا تحدي ثاني طبعاً أكيد أكيد سقفة طموحات كبير قالوا يعني صعب قلت فانطوني فقط أن أست يعني أدعو عشرة شخصيات فقط نعم العدد قليل قبلت بذلك وفعلاً تحركنا بسرعة اللجنة على عشرة أشخاص نحن كاللجنة تحضيرية أنا وبنات يعني شعبة مدارس الكفيل جلسنا وحددنا أدي شخصيات مجموعة من الشخصيات أعرفها بحكم يعني علاقاتي مع الأستاذات الجامعيات وبعض العميدات الكليات المهم رأساً أنشأنا يعني عدينا اللجنة العلمية نعم وطلبناهم أتوا إلى كربلاء اللي أنقسم من المحافظات وعدينا المحاور البحوث يعني نقول أنه في جلسات نقاش الموضوع كان وليس بمثلاً قرار فردي لا لا أبداً مقرار فردي وكان في ذلك الوقت كنا تابعين إلى قسم شؤون المعارف وجلسنا وحددنا شعار المهرجان والمحاور التي ستكون في المسابقة البحثية كمن المسابقة البحثية وأطلقناها بعد أسبوع تقريباً ثم بعد ذلك حددنا ماذا ستكون في أيام المهرجان يعني الفعاليات التي ستقام جلسة قرآنية محفظ قرآني وعلى أن تقرأ به مادام دولي لا بد أن تكون هناك قارئة دوليات هناك جلسة شعرية لا بد أن تكون فيه شعرات من الدول أخرى دول أخرى طبعاً بالشعرات استعانيت بالأخوة في العطبة العباسية لأن هناك كان مهرجان الجود الشعري تزامن معه؟ لا لا يعني مسبقاً وفازت به أحد الشعرات الإراقيات وأرفدوني بمجموعة من الأسماء دولياً يعني تقريباً استفدت من كل روافد عاملكم طبعاً بالتأكيد حتى القارئات بالنسبة للقارئات اتصلت بمجموعة من طبعاً أعانوني بمعهد القرآن الكريم طبعاً إحنا حقيقةً نعمل يد واحدة أنا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة تحديداً صراحة الإنسان ليكون طموح صراحة هكذا دائماً يأتي الطموحة على قدر إمكاناته اللي يمتلكها نعم فالتفكير بهكذا مشروع إملاق وأنا في بداية حديثكم ذكرت أنه استقف طموحاتكم عالي لكن هذا اعتمد أكيد بعد التوكل على الباري عز وجل أنه على والتوجه بسيدة زهراء صلوات الله عليها أنه لديك إمكانات وأدواتك اللي متعلقة بالأخوات اللي يشتغلون معكم نعم والتنسيق العلاقة الطيبة اللي يتج معكم صراحة نعم والقيادة يعني الروح القيادية اللي يتحضرتك والله صراحة أو احتوائك لهم أكيد هذا ما أسس إلى أنه الكل يتفاعلون وبالتالي تخطون بشكل متسارع إلى الخطوة الأخرى بالتأكيد طبعا افتدأ بشعبة مدارس الكفيل فرضا المنتسبات في شعبة مدارس الكفيل اللي هما بناتي حقيقة يعني أشعر أنهم بناتي يعملون بنفس النفس اللي يعمل بي آني وأكثر بحيث يعني أيام الفعاليات سواء كان التخرج سواء كان المهرجان والفعاليات الأخرى تقريبا شبه أنه تكون بيوتهم ما شاء الله ومع ذلك حتى عوائلهم متفاعلة معنا الحمد لله والشكر هاي كلها ببركات الزهراء وسيد مولاي بالفضل العباس طبعا هناك دعم كبير حقيقة من لدن سماحة المتولي الشرعي والأخوة في العتبة العباسية المشرف على المهرجان السيد جواد الحسناوي طبعا متفاني في العمل معنا وتقديم كل التسهيلات يعني لو لا وجود هذه التسهيلات أكيد بالتأكيد بالتأكيد الشعب النسوية الأخرى أيضا كل من في مجاله نحتاج من عنده يقدم يعني يكون حقيقة متفاعل معنا مئة بالمئة يعني مثل محفظ القرآني بإدارة ومساعدة مع هذا القرآن الكريم في العتبة العباسية وكذلك أنت رأيتي مثلا مركز التقافة الأسرية جزاهم الله خير الجزاهم مسؤولتهم أصلا 24 ساعة تركضوا وكل الأخوات في الشعب الأخرى أحسنتم كل التقدير والاحترام لكل أخوة والأخوات اللي ذكرت أسماءهم إن شاء الله التوفيق للجميع لو انتقلنا إلى منطقة أخرى وهي منطقة أو مرحلة الشعار أستاذة بشراء الشعار يكون باتفاق تأتي توصية بهذا الشعار يرتبط بحدث آني مثلا وبالتالي يستثمر الشعار فيه تفضلي بالتأكيد كل شعار يعني في كل سنة كان لنا شعار وهذا الشعار طبعا باتفاق اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية ويعرض نطرح مجموعة من الشعارات ونتفق عليها وترفع إلى سماحة المتولي الشرعي ونتخذ القرار النهائي فيها طبعا من هذه السنة آلية في كل سنة وبعد ذلك من خلال الشعار نأخذ المحاور نستوحي المحاور البحوث المسابقة البحثية من خلال الشعار في هذه السنة قررنا إن شاء الله شعار متميز جدا السيدة زارة عليه السلام مجمع النورين النبوة والإمامة سيكون ثابت لكل سنة إن شاء الله ما شاء الله بإذن الله طيب أستاذ أبو شراء إحنا نتحدث عن هذا المهرجان وعن تفاصيله وعن نتائجه هذا المهرجان بالتفاصيله وحسب ما الآن إحنا معكم خطوة خطوة بمراحل بدايته هل هذا المهرجان يعنى فقط بكل تفاصيله بالتحدث في شخصية أوتبيان تجليات أو صور لشخصية السيدة زهراء صلى الله عليه وسلامه عليها أم الموضوع لا انتقل إلى صناعة إلى تنفيذ إلى انبثاق مراكز مثلا إلى مشاريع أخرى من هذا المهرجان فضلي طبعا بالتأكيد هدفنا هي الاهتمام بالمرأة اهتمام بالغ وحقيقة هناك دعم أنتم تشاهدونه دعم كبير للمرأة في العتبة العباسية ويمكن لم تحظى عتبات أخرى مثل ما حظيت به المرأة في العتبة العباسية المقدسة من خلال إيجاد إنشاء مكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية نعم مو وهذا طبعا دعم كبير إنك نساء فلابد أن نكون على قدر هذه المسؤولية لابد أن ننزل إلى المجتمع بكل قوة وخاصة في مهرجان روح النبوة أنه نريد أن نغور في هذه الشخصية العظيمة شخصية الزهراء عليه السلام فكرا وثقافة وعقيدة وأخلاقا وسلوكا وفي بناء المجتمع لأنه المجتمع حقيقة يسير هناك جهات مغرضة ومسمومة تريد أن تفتك بالأسرة فلابد أن نكون هناك لا بد أن يكون هناك التيار يواجه هذا التيار ويصده أحسنتم نستطيع أن نقول أنه الآن هذه الهالة التي تحيط المرأة من الرقي والاحتراف في الإسلام تحديدا ركز عليها في العتبة العباسية المقدسة هكذا هي استوحيت من شخصية مولانا أبو الفضل عليه السلام صاحب الحمية صاحب الغيرة نحاول أنه تجسد في هذا التعامل لأن صراحة على لسان ضيفات من خارج العراق وحتى لا يتفقون معنا في اللغة ذكروا هذا الأمر بلغتهم قالوا أن هناك رقي بالتعامل مع المرأة يعني نشعر أننا ملكات فهل هذا الأمر أيضا مقصود في هذا المهرجان أنه يركز عليها وبالتالي لفت انتباه الحاضرات هذا بالإجماع أستاذ أبو شراء طبعا نحن نريد أن نوصل المرأة والمجتمع إلى أن تكون له قدوة وهذه القدوة ماكو أفضل من السيدة زهر عليه السلام فكيف نعطي ما لا نمتلكه للمجتمع فلابد أن نتحلى بأخلاق الزهراء وأخلاق أهل البيت عليه السلام حتى يشاهد الآخر سواء من خارج العراق أو من داخل العراق والحمد لله والشكر أعتقد قدمنا لهم ولو نشعر أننا مقصرون أيضا إن شاء الله التوفيق لكم أستاذ للحديث تتم مع حضرتش لكن بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل نذهب إلى هذا الفاصل ثم لا نعوده حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة بعنوان لجان تنظيم مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة إبداع وتواصل مع الأستاذة بشرة الكناني مسؤولة مدارس الكفيل النسوية الدينية مرة أخرى حياكم الله حياكم الله ونبارك لكم هذا المجهود صراحة الله يسلمكم يحفظكم إن شاء الله الله يبارك بكم أستاذة بشرة نحن الآن نتحدث ونحن في أيام النتائج الأولى لهذا المهرجان وما لفت انتباهنا صراحة نتائج مبكرة وكلها إيجابية ما شاء الله وكان على لسان ضيفات حاضرات من خارج البلد وحتى ما يتحدثون باللغة العربية فهذا صراحة أول هدف مهم تحقق في النسخة السادسة لو توقفنا عدي البحوث هذه البحوث التي كانت يعني الشيء المهم صراحة والأمر المهم الذي ركز فيه من قبل اللجان التحضيري العلمية مثلت بحضرة تشوب الأخوات فيما يطرح في هذه البحوث فيما يخص شخصية السيدة زهراء عليه السلام لو تحدثنا عن الأرقام لأن موضوع الأرقام عدكم ما شاء الله دائما يفوق التوقعات في دساية مستمرت فضلي طبعا إذا تحدثنا عن لغة الأرقام في كل برامجنا أو في كل نشاطاتنا مشاريعنا إذا ابتدأنا بالرابطة كما قلنا فوصل عدد الخريجات المنتميات إلى رابطة بنات الكفيل هي خمسة آلاف متطوعة الوحدة الطبية وصل إلى ما يقارب الستمائة متطوعة المخيمات الكشفية التخرج سبعة آلاف طالبة لحد الآن المخيمات الكشفية أكثر من ثلاثة آلاف طالبة كذلك هذه كلها مسؤولية مدارس الكفيل الآن وصل عددها إلى ألفين وخمسمائة طالبة ماشاء الله محمد لله والشكر البحوث التي استلمناها منذ بداية مهرجان روح النبوة لحد الآن 840 بحث 840 بحث هذا من النسخة الأولى إلى السادسة إلى النسخة السادسة هذه بقيت في خانة التنظير أم خرجت إلى التطبيق ما مصيرها؟ طبعا هذه البحوث نزلت في الوقائع هذه السنة أكملنا طباعة ثلاث وقائع حقيقة للباحثات طبعا ليس كل البحوث الـ 840 اللي وصلت إنه قبلت لأنه اللجنة العلمية لجنة رصينة لديكم معايير معينة؟ طبعا معايير وهناك خطة مثلا خطة المهنج للباحث لها درجة وعنوان البحث له درجة والمادة الألمية التي تطرحها كلها حسب درجات إلى أن تصل إلى 100 درجة والبحث يقيم من قبل باحثين عفو مقيمتين أستاتين وفي حال التباين ما بين الدرجات يعرض على مقيمة ثالثة فالحقيقة اللجنة الألمية جزاهم الله خير جزاء المحسنين كانت موضوعية في التقييم لها معايير أحيانا التفاعل مع اللجان المشاركة اللجان التحضيرية العلمية صاحبة القرار في هكذا أمور أوصفيننا هذا التفاعل طبعا اللجان ابتداء هي لجنة تحضيرية واللجنة العلمية اللجنة العلمية مختصة بالبحث اللجنة التحضيرية هي تنبعث منها مجموعة من اللجان يعني تكون مسؤولة عن مجموعة من اللجان اللجنة الثقافية التي تعانى بالشعر وهذه الأمور والمقالات مثلا أحيانا تصنيفات معينة تصنيفات طبعا اللجنة الفنية اللي تعنى بالمسابقات اللي أفضل خط وأفضل رسم وأفضل صورة فوتوغرافية وأفضل عمل يدوي هذه اللجنة خاصة إلها لجنة متابعة كل هذه اللجان هذه خالة لجنة خاصة خالين لجنة خاصة التابعة نعم اللجنة الخدمية تحضيرات ومتحضيرات وكل هذه الأمور فاللجنة القرآنية هذه خاصة بالمحفل القرآني لجنة متابعة الضيوف ضيوف الخارج لجنة خاصة وضيوف الداخل لجنة خاصة وهكذا طيب أستاذة بشرى لو عدنا إلى المهرجان وموضوعة أن هذا المشروع وهذه التجربة تطبق في دولة غير مسلمة طبعا إحنا عدنا استعداد حقيقة أن نقيمه الآن طلبت مدعدة مجموعة في الأخير يعني الآن في النسخة الأخيرة السادسة حضرت مجموعة من الأستاذات الجامعيات وأحمادات الكليات فطلبوا من أدنى أن نقيم ولو مهرجان نفسه أو أصغر أو مؤتمر تقيمه العتبة العباسية في الجامعات العراقية في المحافظات الأخرى على أن لا يقتصر في كربلاء ما الدافع في أن يكون عدهم هكذا رغبة؟ نحن كأنه يريدون أن ينشطوا الجامعات يريدون أن تنقل هذه التجربة لهم حتى يحضر عدد أكبر الحمد لله إن شاء الله يوفقنا ونقيمه في كل محافظة من المحافظات الأخير وننقل هذه التجربة إلى الخارج بإذن الله بإذن الله تعالى طيب الوقت حتى ما يداركنا الأستاذة وشرة كناني في ختام فعاليات مهرجان روح النبوة أثقى في العالم النسوي بنسخته السادسة إذن يكون أنه سبق صحفي إن شاء الله في التعرف على مشروع جديد أو ولادة مشروع جديد على هامش فعاليات المهرجان؟ إن شاء الله سنطلعكم لكن مستقبلا ستكون لكم مفاجئة بالمستقبل القريب إن شاء الله بالمستقبل القريب عن ولادة مشروع جديد تتبناه شعبة مدارس الكثيل في العتبة العباسية المقدسة ولنا حصريا أنه إحنا نصرح بيبه بعد لقاء وياكم إن شاء الله بالتأكيد أنا كوني إعلامية وأنتمي إلى هذه المؤسسة المباركة المتمثلة بالعتبة العباسية المقدسة وأكيد نتشرف بهذا الانتماء دوام النعم علينا بالتوفيق في خدمة مولانا أبو الفضل عباس عليه السلام كان هناك خطاب إعلامي مقصود في هذا المهرجان تقييمكم الشخصي له باعتباركم إشراف على هذه التفاصيل تقييمكم كيف يكون هناك مناطق أخفقنا فيها هناك مناطق أصبنا وتميزنا فيها حققنا فيها إنجاز فضلي طبعا بالعكس كل الشكر والتقدير لا يوجد أي أخفاق بالتغطية الإعلامية وحقيقة كل الشكر والتقدير لكل القائمين والعاملين في هذا القسم وترفع لهم القبعة لما قدموه وبذلوه من جهد استثناء حقيقي حقيقتين في هذا المهرجان الله يبارك بيكم الله يسلمكم الأستاذة بشراء الكناني مسؤولة مدارس الكفيل الدينية النسوية الأم الغالية والعزيزة ولكل صراحة الأخوات اللي يعملون معكم كل التوفيق دعوات قلبية صادقة بالتوفيق الحضرتش إن شاء الله في أدامة هذه المشاريع ببركة خدمة مولانا أبو الفضل العباس عليه السلام فعلا نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الخدمة لأهل البيت عليهم السلام وخاصة لمولاتي الزهراء ولولفضل العباس بإذن الله عين الله ترعاكم إن شاء الله شكرا جزيلا لكم كل شكر والتقدير لكل العاملين في العتب العباسي المقدس أكيد أكيد وانضم صوتنا إلى صوتكم بهذا الشكر والتقدير ودوم هذه النعمة على الجن إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة في أمان الكريم اشتركوا في القناة